بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع وقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى ويسرنا بإذن الله تعالى أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ دكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شخص صالح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وآثابكم الله وذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية هو الويتساب فقط 05-01-7-8-55-3-6 حياكم الله بداية الشيخ صالح هذا يقول في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا يسأل عن هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعه في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أنه لا يجعل أنه لا يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين يعملون السيئات الذين يعملون الصالحات حبهم الله ويتقربون إليه ويرضى عنهم الذين اجتراحوا السيئات يبقضهم الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن ذلك فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا محمد من جدة يقول كيف يحسن المرء ظنا بالله عز وجل يحسن ظنا بالله عز وجل بأن لا يظن به إلا خير ولا يظن به إلا كل خير فهذا هو الظن بالله سبحانه وتعالى إحسان الظن بالله جل وعلا هذا عبادة أعظم أن واعي العبادة هذا سائل آخر يقول يا شيخ صالح للشرك الخفي أو الشرك الأصغر أعظم من الكبائر من ناحية أنه شرك هو أعظم من الكبائر بل هو أكبر الكبائر أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم بارك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تقول ما الحكمة من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته مع العلم أن هناك الصحابة والخلفة فما الحكمة من ذلك؟ شاور زوجاته في ما يتعلق بهن وأما ما يتعلق بأمور المسلمين وأمور السياسة فإنه يستشير كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والمهاجرين والأنصار هنا أحسن الله إليكم يا شيخ صالح هذا يقول بارك الله فيكم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له معناه أن ماء زمزم ماء شريف وأنه على حسب نية الشارب فإن شربه يريد به الشفاء فإنه يكون شفاء بإذن الله وإن شربه يريد به الطعام فإنه طعام طعام طعم وشفاء سقم فماء زمزم ماء مبارك نعم يقول بارك الله فيكم هذا السأل في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نعم هؤلاء يدعون الله أن الله جل وعلا يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يضاعف لهم الأجور أن يجعلهم إماما للمؤمنين يعني قدوة المراد بالإمام هنا قدوة في الخير نعم نعم بارك الله فيكم أيضا يقول هذه الأسماء التي تبدأ بها تبدأ بها بعض السور في مثل طاها وياسين هل هي من السورة أم هي فقط أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس تسمى للنبي وإنما هي حروف مقطعة هذه السم بالحروف المقطعة في أوائل السور وهذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى الإعجاز إعجاز القرآن الكريم لأن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها ومع هذا أجزت من تأتو بسورة من مثله نعم أحسن الله عليكم وأثابكم الله هذا الأخ راشد يسأل عن بيان حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي رواه البخاري ومسلم نعم في هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب المغفرة والرحمة ولا يرضى بالسيئات ولا يرضى بالخطايا وهي لا تضره ولا تنفعه الطاعات لا تنفع الله والسيئات لا تضر الله وإنما هذا من رحمته بعباده لأن السيئات تضرهم فهو يكره ما يضر عباده والحسنات تسرهم فهو يحب ما يسر عباده وهذا من رحمته ورأفته بهم نعم أحسن الله عليكم هذا سائل آخر يقول ما معنى النياحة على الميت المنهي عنها النياحة على الميت رفع الصوت بتعداد محاسن الميت كأن تقول وعضداه وعضداه وكبداه وما أشبه ذلك هذا نياحة لا تجوز رفع الصوت بالنياحة من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواجب الصبر على المصائب الصبر على موت الأقارب والاحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله عليكم وأثابكم أبو ثامر من الخرج يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم نعم هذه أكبر الكبائر ذكرها الله جل وعلا في هذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قالوا وما هن يا رسول الله فذكرها وعدها لهم ليتجنبوها لأن الكبائر على قسمين كبائر عادية وكبائر أكبر الكبائر تنقسم إلى أكبر الكبائر وما دونها وعلى المسلم أن يتجنب الكبائر والذنوب كلها حتى الصغير الصغير من الذنوب يتجنبها المسلم ولا يتساهل فيها لأنه إذا تساهل فيها صارت كبائر نعم أحسن الله إليكم عقوق الوالدين من الكبائر يا شيخ من أكبر الكبائر بعد الشرك نعم ما المقصود باللمم اللمم صغار الذنوب اللمم صغار الذنوب وقال لمن يسلم منها ولكن الله جل وعلا يغفرها نعم نعم سائل آخر يقول هل يحاسب المرء على ما توسوس به نفسه دون النطق به لا يحاسب على ذلك إذا تركه ورفض ولم يهتم به واستعاذ بالله من شره نعم أحسن الله إليكم وآثابكم الله هذا يقول حفظكم الله من ادعى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أخبره بكذا وكذا فهل يؤخذ بقوله لا الرؤية لا يبنى عليها أحكام شرعية وإنما هي مبشرات الرؤى مبشرات لأهل الخير نعم أحسن الله إليكم وآثابكم الله هذا يقول يسأل عن شرح حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وما له رواه البخاري ومسلم نعم هذا يدل على آكدية صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فلها فضل عظيم نعم وما معنى وطر أهله وماله خسر معنى وطر يعني خسر أهله وماله نعم أحسن الله إليكم وآثابكم الله انتقل إلى سائل آخر هذا الأخ سعود يسأل عن تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم سبع المثاني هي سورة الفاتحة سبع آيات والقرآن العظيم سائر القرآن وقد منى الله على رسوله بأنه أنزل عليه السبع المثاني والقرآن وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أحسن الله إليكم وآثابكم الله هذا يقول حفظكم الله هل يلزم في صلاة الفجر في كل يوم جمعة أن أقرأ سورة الإنسان وأيضا سورة السجدة؟ هذا سنة قراءة سورة الإنسان سورة السجدة وسورة الإنسان في الركعة الأولى سورة السجدة في الركعة الثانية سورة الإنسان هذا سنة أن يقرأ بها الإمام هذا محمد من العراق يقول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر بسبب الأمطار الشديدة؟ لا لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأن العصر ليس من جنس الجمعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لم يجمع بين العصر وصلاة الجمعة نعم هذا أنس من الرياض يقول سمعنا قبل أيام أن هناك من نادى بالصلاة في الرحال وذلك لشدة البرودة ما حكم ذلك؟ هذا البرودة تأتي دائما وأبدا وليست عذرا في ترك الجماعة لمن لا يتضرر بخروجه يخرج ولو كان عليه مشقة من البرد والأجر أعظم في ذلك أحسن الله إليكم أيضا هذه سائلة أم خالد من حائل تقول لدي ذهب للبس في المناسبات وكثير من الأوقات يمضي السنة والنصف السنة ولا يحصل مناسبات سؤال هل في زكاة؟ الحلي المعد للاستعمال الراجح والذي عليه جمورة للعلم أنه ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للحاجة أبو إبراهيم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما معنى هذه الآية؟ القرآن يهدي للطريقة التي هي أمثل وأحسن أحسن الله إليكم هذا سائل يقول كنت على معاصي وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي كانت علي معاصي والحمد لله الآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى ولكن قلبي يحزن على ما فات ويتحسر بماذا تنصحونني؟ ما علاج ذلك؟ الحمد لله أنت على الطريق الصحيح ما دم أنك تبت إلى الله تبت إلى الله وندمت على ما حصل منك وعزمت أن لا تعود لمثل هذا فأنت على الطريق الصحيح والحمد لله أحسن الله إليكم سائلة تقول أرغب من الشيخ التحدث عن تعليق الزوجات وعدم التطليق من الأزواج؟ لا يجوز نهى الله عن ذلك نهى الله عن تعليق الزوجات بدون رغبة فيهن وقال فتذروها كالمعلقة فالمعلقة معناها أنها لا تستفيد من زوجها شيئا بل تتضرر لا هو الذي يحسن إليها ويعتبرها زوجة له يستمتع بها ولا هو الذي طلقها من أجل أن تتزوج غيره نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله أبو حسام يقول ما حكم تخصيص شهر رمضان المبارك لدفع الزكاة علما أن في بعض الأشهر هناك من يحتاج من الفقراء لا تحبس الزكاة إلى شهر رمضان وإنما يخرجها عند تمام الحول ووجوب الزكاة يبادر بإخراجها في أي وقت نعم يقول بارك الله فيكم علي سنوات لم أقضي الزكاة عن مالي المدخر فكيف أدفع الزكاة الآن تحسبها عن كل سنة تحسب زكاة كل سنة تخرجها إما دفعة واحدة إن استطعت أو على أقصاط حسب استطاعتك المهم لا يبقى في ذمتك شيء منها أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا سائل آخر سوداني مقيم في المملكة يقول ما هي مدة الغربة عن الزوجة وأنا هنا أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر يعني انتظار أربعة أشهر فالزوجة تتحمل إلى أربعة أشهر ولا تتحمل أكثر من ذلك من زوجها أحسن الله إليكم هذا الأخ فهد يقول بارك الله فيكم هل كل من طلب مني الزكاة أو الصدقة أعطيها إياه أم أسأل عنه تسأل عنه تتأكد هل هو من آلية ولكن إذا أعطيته عنه آله لأن الله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسائل له حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا السائل وإن جاء على فرس أحسن الله إليكم وأثابكم الله أم عمر تقول هل ورد فضل بقراءة سورة البقرة يوميا في البيت لم يرد هذا أن تقرأ لكن ورد أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أما أنه يرتب ويقراها كل يوم أو في أيام هذا لا دليل عليه هنا أحسن الله إليكم وأثابكم الله أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يسأل ويقول لدي صدقة من المال وزكاة هل لي أن أعطيها أحد العمالة المنزلية في بيتي وهو غير مسلم لا لا تعطى الزكاة لغير المسلم الزكاة للمسلمين فقراء المسلمين فقراء والمساكين من المسلمين فإذا أردت أن تحسن إليه فأعطيه من غير الزكاة أبو سعيد من الباحة يقول السائق عندي ولله الحمد أسلم لكن ما هي الأشياء الضرورية التي أعلمه بها حتى يكون من المسلمين اذهب به إلى أحد دعوات الجاليات دعوات الجاليات نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله مكاتب دعوات الجاليات هذا يقول بارك الله فيكم الوالدة ورثت من أبيها وأمها ورث مبلغ مالي هل يصح لها التصدق به كله وهل يجوز لها صرف لابنها لأن أحوالها المادية تعبانة أو ضعيفة أما الزكاة فلا تعطيه من زكاةها لأنها لا تحل زكاة الوالد لولده ولا الولد لوالده لا تحل لعمود النسب لأنه ما تجب نفقاتهم على الولد الغني فلا يجعل الزكاة وقاية لماله ينفق عليه ما منها نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله ما حكم تأخير الوالد لزواج ابنته لظروف مادية بحتة هذا عضل ولا يجوز إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير نعم نعم هذا أبو ياسر يقول يسأل عن قوله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نعم الكفار لا ينتفعون من القرآن وإن سمعوا وإنما ينتفع به المؤمنين وأما الكافر فلا ينتفع بالقرآن حتى يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام نعم أبو عبد الله من الدمام يقول هل تسقط النوافل عن المسافر نعم ما عد راتبة الفجر فإنها لا يتركها المسافر ولا المقيم راتبة الفجر وأما بقية النوافل فإنه قال ابن عمر لو كنت أو ابن عباس لو كنت مسبحا لا أتممت لو كنت مسبحا يعني متنفلا لا أتممت نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله يسأل بارك الله فيكم ما هي الغيبة المنهي عنها ذكرك أخاك بما يكره الغيبة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هي ذكرك أخاك بما يكره نعم يقول حفظكم الله أبو عمر يقول هل إمام المسجد مؤهل للفتية لا يؤهل بمجرد أنه إمام للمسجد إنما الفتية تأخذ عن العلماء فإذا كان إمام المسجد عالما مشهودا له بالعلم فإنه يحق له أن يفتي السائلين في المسائل الفردية المسائل الخاصة أما المسائل العامة فهذه يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى دار الإفتاء نعم أحسن الله ليكم الأخ مترك من الجبال يسأل ويقول هل هناك شروط معينة ليتصف بها الداعية إلى الله عز وجل نعم الداعية أولا لا بد أن يكون على علم يكون عنده علم بما يدعو إليه وبما ينهى عنه ثانيا أن يكون عاملا بعلمه فلا يدعو الناس وهو يترك نفسه نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله كيف نعم سعيد يسأل ويقول بارك الله فيكم كيف تكون معاملة الولد الولد لوالده عندما يغضب والده يصبر عليه إذا غضب عليك والدك فترضه واصبر عليه وهو أحرص عليك منك على نفسك نعم أحسن الله ليكم نختم هذه الحلقة بسؤاله الآخر يقول ما الحكمة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك نعم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله من يبر قال أمك رددها ثلاث مرات وفي الرابعة قال ثم أبوك فالأم آكد حق على الولد من الوالد لأنها حملت وأرضعت وربت وتعبت فحقها أكثر من حق الوالد وإن كان الوالد له حق عظيم على ولده لكن الأم أكثر حق وأكد حق نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك أيها الإخوة والأخواتي هنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات ويمتعه بالصحة والعافي وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل ما كروه إنه سميع مجيب الدعاء نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته